بسم الله الرحمن الرحيم عايزة نتكلم النهاردة معاكم عن معنى الناس اللي بيمنعوا الخير عن الغير الناس اللي مش بس بيكتفوا انهم يمنعوا الخير لأ لو يوسوسوا اللي قدامهم حتى لو قدامهم بيعمل خير هم يعودوا يوسوسولو عشان يمنع عن الخير لما بنجي نحكي لأولادنا وخصوصا الأولاد اللي قبل خمس سنين يعني خمسة ستة سبعة مفروض سبع سنين يعني مخلص معاكي على أقل ربع ياسين ما بنجي نتكلم عن صورة المعون بص الجمال أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون نتكلم عن يمنعون المعون ده تلت صفات كذب بيوم الدين مش بصدق أصلا في يوم قيامة فعايش حياته في الدنيا طولها بعرضها يقص على اليتيم قلبه آسي آسي ما بيرقش حتى يتيمه فقد أبو وأمه امتناعه عن إطعام المسكين تلت صفات ترك صلاة أصلا مش بيبالي بيئيها ولا في دماغه أصلا يصلي ولا ما يصليش لا عارف أركانها ولا سننها ولا أدبها ولا عارف يأديها زو لو أدى الصلاة بيأديها رياءا وقليل عارفين كده الآيات بتاعة المنافقين إن المنافقين يخادعون الله استغفروا الله تحكوا على ربنا وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلك بس قادرين يرقون الناس بس عشان ما يقولوش عنه ما بنصليش ولا يذكرون الله إلا قليل عزان الله وقياكم من الحال ده بصوا ده منع المعون يعني تمنع خير والمعروف والبر عن الناس يمنع المعون يعني تمنع كل فضل كل فضل خير عليك أو عليهم سواء الخير ده جايلك أو جاي لهم ما تفهموش ليه يعني هي نفسيتهم ليه كده الواحد مش عارف بس فيه ناس كده يعني خلينا ما ننكرش الأمر ده لفظ المعون أصله معونة يعني العون يعني مساعدة الغير حتى يبلغ الحاجة بتاعته أو يقضي حاجته المقصود بالمعون ما يستعان به على قضاء الحوائش إناء فأس موعين عندك أي حاجة وكمان خير أو نصيحة ودي منها المعون قالوا منها ممكن تكون الزكاة عادة القرآن هو يذكر الزكاة بعد الصلاة على طول ومن كثير كان أيل كده قولوا يمنعونا المعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلق الله عز وجل حتى ولو بإعارة بسيطة من كباية عندك ولا طبق عندك بما ينتفع به الناس أو يستعينوا بهم على دنياهم ما عندهم مش الكلام منعوا الزكاة ومنعوا الخير ومنعوا القربات ومنعوا كل حاجة يمنعونا المعون بصوا بقى لا أحسنوا في عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه بل أساءوا ومنعوا الخير عنهم حتى مش منعوا عنهم حتى لو الغير عايز يعمل خير بيمنعوه بصوا بقى تعالوا ما نسقطها بقى على ما شاء الله الواقع بتاعنا الجميل والزمن الفتن اللي احنا فيه الزوج عايز يكرم زوجته أو عايز يكرم أولاده خش على جربات الرجال وما أدراكم أنا قلتونوا نطلعون حاش يدخلني على جربات الأزواق تاني لا تعجبها لاش كده وكفاية عليها وإيه المصاريف دي كلها الرجل أصلا عايز يكرم فضل مال وعايز يكرم زوجته ويكرم أولاده لا 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 كفاية مصاريف فيعمل إيه الزوج يسمع الكلام وأنا شفت هذا البستاد بأم عيني على الجربات يمنع على زوجته والخير اللي كان يعملو ويقلل المصاريف كمان يمنعونا المعاومة يمنعونا الخير عن الآخرين طيب خيرك يا أم غيرك عايز يعمل خير لا نمنعك عنه ونوسوس لك حد ناوي يخرج صدق الوجه الله فنقوله إيه لا مش إحنا إن شاء الله مش إحنا ولا أنت قوله أمين تيجي الشخص ده اللي هو بيمنع الخير ده يقوله إيه وبدون بينا يعني مش معادة ليه يقوله بص أنا مش مستريح للناس اللي أنت هتطلع لهم الفلوس دي ويشككوا فيهم فيعمل إيه غير رأيه ويمنع الخير واحد جايله مثلا زيادة ربنا أمنع يعني منع عليه بالزيادة في مرتبه وهكذا فقال إيه بقى خلاص ده أنا حدي وهطلع لا خلاص ويكرهوه وخلوه يمنع حتى الصدق اللي كانوا يعمل زوجها نفسها تجيب هدية لزوجها تجوب تستشير بقى صديقاتها وبشاي قوله لا 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 أنت ملك مرمية عليك ده ليه وما تعملش وتقلع عليها عشان يجيلك وهو اللي يجيب لك يا ست ما تسيبها تجيب من الراجل لا جبلوش وماعمل وفرضو يصرف عليك وشوفوا بقى شغل النسوية دلوقتي عاملش زي أب عايز يجيب لبنته مثلا معاه فضل ما الراجل لو قال له ينفق كل ذي فضل من فضل مايرو ما ينفق معاه عايز يجيب لها سيارة يصنها مثلا تركبشوا موصلات ما تعملش لا ويجي الأقارب بقى تجيب لي البيت الود أولى والله وأنا سمعت هذا الأمر بالحرفية تجيب لي البنات لسيبهم ولا يتعلموا ولا يسووا ولا بتاع الصبيان عندك الصبيان أول أو أخوك ويخلوه يمنع الخير اللي كان ناوي يعمله ناس ماشيين في سبيل الله وبيصعوا الخير وبر وهكذا يجي واحد يقول له ايه تعالي انت عارف فلان اللي ماشي معاك ده قال له اه ده كان لسه معايا فطاعة أو حمل تطوع يقول لك ده بيغير منك وبيحسدك وبيعمل لك كذا وأنا سمعت يمنعون الخير شوف بيعملوا ايه ناس بيعملوا اللي تحت قديهم أو مرقوسيهم بلطفه وبشياكة وقرب يشككوهم ويلبوهم عليهم فتبقى المعاملة سيئة واحد ناوي يتقدم لوحدة فكل اللي حواليه اه لا ده فيها وفيها وده استفقص قصف 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 غافلات اهو مؤمنات كرسة يمنع الخير ويمنع لو غير قولوا لا اصلا ده شوفتش اهلها ده شوفت ناسابهم وانا خليج جاوز قس انا غيرت منه واسمعت ده من بق رجالة يعني غالوا لنش نساء رجال خير هيبدأ فيه لا هيعمل نفسه بقى ناصح عمين وصاحب الخبرة ومش عارفة وايه والكلام ده ويوقف الغير ويوقف الخير اللي الغير ناوي يعمله بس خلاص هي دي الكارسة عندهم يقعد كأنه كاره كأنه حاسد يمنعونا المعون تذكروا لا احسنوا عبادة ربهم ما احسنوش عبادة ربنا ولا احسنوا الى خلقه يعني ارحموا قطعة خير نطور فساد ذات البين ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم ويجعلنا يا رب من الذين يعطون والذين ينصحون بالخير ومنين ما نبقى موجودين اه ما بنحكمش اهو اهوأنا ولا هوانا ولا لا لا ونيصر لنفسنا والغيرنا اسباب الخير رزقنا الله وإياكم واجعلنا منهم أزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ولا لا اله الا انت استغترك واتوبوا لك